وتحيي الكويت يوم غد ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم عشراء وتقام المجالس الحسينية التي يستذكر فيها المؤمنون بكل حزن وغعة كربلاء وما جرى لصبط النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار في هذا اليوم كما تشهد العديد من المجالس إحياء لهذه الذكرى من خلال مشاهدة تعيد إلى الأذهان هذه الواقعة الفجهة تتشارك حسينيات البلاد قاطفة بقراءة أحداث كربلاء واستعراض ما جرى في العشر من محرم لسنة 61 للهجرة بأساليب مختلفة ومنها الأعمال المسرحية التشابيه أو العمل المسرحي الدرامي لواقعة الطف والذي تحول مع مرور الزمن إلى تغليد وعرف حسيني يلهم النفوس والمشاعر ويجسد مسيرة الإمام الحسين عليه السلام والقيمة الإنسانية العظمى التي خلفها مع كوكبة من أهل بيته وأصحابه عليهم السلام نحن العادة نسوي بعض المرات مشاهد مسرحية صغيرة نسويها نحن حق يوم التاسع ويوم الثامن وإذا صار فيه مجال يوم العاشر بعد نسوي كل مشهد يعبر عن جزئية من واقعة كربلاء سواء حق الإمام الحسين أو حق العباس أو حق رقية أو حق السباية يعني نختار لنا مشهد تمثيلي نسوي كذلك ممثلوا هذا العمل المسرحي الشعبي غير محترفين لكنهم يمثلون بصدق وتمرنوا على أداء الشخصيات بدافع الحب الإضاءات الفكرية والثقافية الكبيرة التي أنتجتها الثورة الحسينية على مدى التاريخ منذ انطلاقها من أرضك البلاء جسدت معاني وأهداف سامية استطاعت القلود في أذهان المؤمنين وأن تكون شعائر وعراف أخلاقية ودينية ومجتمعية لكل المسلمين